ننتجها الآن إلى لبنان أو لبنان نستمع إلى تلاوة المتسابقة فرح وليد شاهين نشاهدها سوياً على الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرح وليد شاهين من لبنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم إذن المتسابقة فرح وليد شاهيم من لبنان ما هي كلمتكم شيخنا بارك الله فيك ابنتي فرح وجعل كل أيامك فرح إن شاء الله تعالى الرجيم الرحمن الرحيم هذه الراءات بدك تفخميها زيادة الراء الرجيم الرحمن الرحيم راء تبهتي لا يسوي أصحاب النار وأصحاب الجنة قلتها كالدال يا بنتي هي صوابها الجنة كما قلت لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جبل كانت ممتازة جا جو جي تبهتي على جبل الجنة نفس الصوت واللفظ في نظيره كمثله لا تقول الجنة الجنة هذه كأنها دال تبهتي الله يرضى عليك متصدع من لا تقصري زمن الغنة هذه أكمل الغنة وأطولها متصدع من الله يرضى عليك الأمر الأخير توزيع الأزمنة في الراء هو الرحمن الرحيم في آخر المقطع هو الرحمن الرحيم هو الراء هو الر هذه الراء الأولى راء هذه الراء الثانية أنت قلت هو الرحمن الرحيم يعني الراء الأولى ما أتزمنها تبهتي منذ قليل أثنيت على أحد الإخوة المتسابقين على توزيع الأزمنة تبهتي هو الرحمن الر أعطي الراء الأولى حقها من الزمن والراء الثانية الله يرضى عليك ويساعدك بارك الله فيك على فكرة صوتك جهوري يا ريت ربي يعطيني ما شاء الله تبارك الله مثل صوتك يعني صوت جهوري أنا صوتي ضعيف خلقة سبحان الله فاشكري الله وأنت تصلح للتعليم يعني صوتك هذا يصلح للتعليم فلو أنك تتقنين الأحكام وتحفظين القرآن وتتشرفين بتعليم القرآن الله يرضى عليك ترجمة نانسي قنقر